كالعادة بنبدأ معاكم أخبار وفقرات سبعة الخيرية مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح ومن أهمها استقبال السيادة رئيس عبد الفتاح السيسي أمس الفريق وسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وطلع سيادته على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال العام 2021-2022 خلال اللقاء تم عرض جهود الهيئة في توطين صناعة سفن ومراكب الصيد ووجه سيادة الرئيس بتطوير تلك الجهود لإنتاج مراكب صيد تستخدم محليا لصالح فئات الصيدين في البحيرات المصرية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق سامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس حيث اطلع السيد الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال العام 2021-2022 وقد أكد الفريق أسامة ربيع أن حفر قناة السويس الجديدة والتطوير المستمر للقناة ورفع كفاءتها عزز من قدرات القناة كمحور عالمي للتجارة ودعم الاقتصاد الوطني للدولة حيث حققت القناة أرقاما ومعدلات قياسية غير مسبوقة في تاريخها من حيث الإيراد السنوي الذي بلغ حوالي سبعة مليارات دولار وعلى معدل عبور للسفن وأعلى حمولة صافية بلغت قرابة 1.32 مليار طن فضلا عن النجاح في استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقات الطاقة الاستعابية والحمولات الضخمة كما عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة وذلك في إطار الجهود المنتظمة في رفع كفاءة البنية التحتية لقناة السويس بهدف زيادة وتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لها كما استعرض الفريق أسامة ربيع استراتيجية هيئة قناة السويس لتنشيط حركة سياحة اليخوت وتطوير الموانئ الخاصة بها وتدائمها بكافة اللوجستيات والخدمات اللازمة لتعزيز قدرات مصر كما مر لاستقبال وعبور اليخوت نظرا لموقعها المتميز على البحرين الأحمر والمتوسط خاصة خدمة التزود بالوقود والكهرباء والمياه والصيانة السريعة وخدمة انتظار اليخوت وتخزينها لفترة طويلة وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد حيث وجه السيد الرئيس بتطوير تلك الجهود لإنتاج مراكب صيد تستقدم محليا لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية التي تم تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها وذلك كبديل للقوارب الخشبية البدائية المستخدمة حاليا على أن تكون مزودة بالآلات الحديثة والمبردات لتخزين الأسماك وذلك دعما للصيادين ولكدرتهم على مضاعفة الإنتاج من الصيد كمان إن برح كان في مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة جدا اللي حصلت يمكن أبرزها تنفيذ القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريب بحري عابر بنطاق الأسطول الشمالي وكمان اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح منها تنفيذ القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريب بحري عابر بنطاق الأسطول الشمالي ونشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمي على الفيسبوك إنه في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة نفزت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية تدريب بحري عابر بنطاق الأسطول الشمالي وده باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر والفرقات الجلالة مع المدمرة الأمريكية يو اس اس ديلبرت دي بلاك كمان امبارح أكدت الحكومة إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022-2023 كشفت عن استحواز الإنفاق الخاص بنحو 92.1% وده من الإنفاق الكل مقابل 7.9% للاستهلاك الحكومي وقالت الحكومة إن الإحصائيات دي بتجسد أهمية الاستهلاك النهائي الخاص كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي مع ملاحظة عدم اختلاف الوزن النسبي لكلايهما عن العام السابق امبارح وزارة الداخلية أعلنت أنه تم تحرير 632 مخلفة للمحلات اللي لم تلتزم بقرار الغلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وده فضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء نروح مع حضراتكم لجولة في المحافظات معانا كمان مجبوعة من الأخبار والأحداث التي حصلت نبارح في المحافظات منها إنشاء 9 مدارس في مطروح استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد أيضاً اعتماد الدليل الموحد للخدمات الحكومية بالوحدات المحلية في إنم وكابيتانو مصر يصل لمحطته التالية في أسيوت لاكتشاف المواهب الرياضية وأخبار تانية كتير هنرفع مع حضراتكم في سياق التخرير اللي جاي محافظات مصر شهدت نبارح أخبار وأحداث كتيرة أبرزها تصريحات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اللي أكد فيها استعداد المحافظة للعام الدراسي الجديد وده بعد إنشاء 9 مدارس جديدة بتتضمن 105 فصل لاستيعاب المزيد من الكثافة ده غير رفع كفاءة وصيانة 8 مدارس أخرى بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية في جنوب سينا تفقد إمبارح المحافظ اللواء خالد فودا أعمال إنشاء الميادين اللي بيوصل عددهم لـ 13 ميدان في شرم الشيخ ومنطقة نبأ وده ضمن الاستعدادات لاستضافة كوب 27 الميادين دي بيتم تطويرها بمساحات خضراء ونفرات مياه بالتعاون مع عدد من المستثمرين في شرم الشيخ في الفيوم افتتحت دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن طريق الفيديو كونفرنس أعمال تطوير عدد من المنشآت الرياضية اللي تم تنفذها بنظام حق الانتفاع بيو أو تي بمحافظة الفيوم خلال العام الميلي 2021-2022 في قناة تم اعتماد الدليل الموحد للخدمات الحكومية اللي بتقدمها الوحدات المحلية للمواطنين ودليل الخدمات تم إصداره في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في البحيرة تم إطلاق واحدة من أكبر القوافل الغذائية تحت شعار معا ضد الغلاء القوافل بتضم 41 عربية بتوفر السلع بأسعار مخفضة بتصل لـ 20% في الأليوبية وقعت جامعة بنها مع دار الإفتاء المصرية بروتوكول تعاون في مجالات التدريب والبحوث وكمان عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل لمناقشة القضايا المشتركة زي تجديد الخطاب الديني ومحاربة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة الاختلاف والتسامح وكمان نشر الوعي الدين الصحيح بين الشباب وترسيخ ثقافة التعاون والحوار بين الطلاب والطالبات في الأقصر نفزت وحدة تضامن الاجتماعي بجامعة الأقصر وورشة عمل للحرف اليدوية في أول فعليات برنامج حرفت كل أسبوع وده في إقتار تفعيل أليات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للشباب ودعم طلاب الجامعات وتوجيههم نحو إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فأسيود أعلنت مديرية الشباب والرياضة عن انطلاق برنامج كابيتانو مصر اللي بيعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر وده حرصا على اكتشاف مواهب لعب كرة القدم وتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة في المينيا انطلقت فعليات الملتقة توظيف الأول للشباب بالمحافظة اللي بيشهد إقبال كبير من الشباب والفتيات من أبناء المحافظة الراغبين في الالتحاق بوظائف القطاع الخاص في إطار مبادرة توظيف مصر يعني من أهم الأخبار اللي كانت ملفتة للنظر فكرة اعتماد الدليل الموحد في قناء اللي بيضم عدد من الخدمات الحكومية اللي بتقدم للمواطنين لتخفيف العبء من على كاهل المواطن طالب الخدمة الحكومية تحديدا وأعتقد اللي احنا نوصل بالموضوع ده لأقصى صعيب مصر نروح لمحافظة قناء فده ده بيقول أن الرقمانة وفكرة التكنولوجيا اللي هي كون مستخدمة في الخدمات اللي بتقدم للمواطنين للتسهيل في حصول طالب الخدمة على سرعة إنجازها ده أمر يعني غاية فيه الهمية تحديدا في ظل يعني المتغيرات اللي بتحصل تكنولوجيا اشتركوا في القناة